كيف نسوي مثل هذا التصميم الشايفين أمامكم خطوات سهلة بدون أي تفكير يعني بسرعة أول شي رح تدخل عندي بالفيديو بأول تعليق تدخل على الرابط رح يدخلك على بلوغر الخاص بي بعدين انقر على كلمة هنا رابط التصميم أو رابطة رند هذي مثل مكاتبه ورح يدخلك على هاي الصفحة بعدين حط استخدام القالب وبعد استخدام أيضا ورح يدخلك لهين هذي حط على الصور واختار الصور اللي انت بدك تصممهن اختار ست صور أو سبع صور تقدر تكرر الصور أكثر من مرة طبعا اختار الصور الموجودة أنا ما عندي غير أربع صور لهذا رح اختار أنه اكرر الصورتين أكثر من مرة عم اختار الصور لأنه ما عندي صور أساسا غير صور هذانا رح ينطيك اختيار ثمن صور أنت تقدر تكررهن وتقدر لأ بعدين رح يدخلك لهين هذا الشكل صار التصميم أنت رح تحفظ التصميم بهذا الشكل لأنه تقدر تحفظه يعني بصوته أو تقدر أنت تضيف له صوت نحن رح نضيف له صوت نصدر الفيديو وبعدين ردنا ندخل على كابكات ونختار نختار تعديل مشان رد نعدل على الفيديو نحط مشروع جديد ونختار الفيديو نفسه اللي حفظناه من شوي إضافة بعدين على كلمة الصوت شوفهم التصميم صار بهذا الشكل بعدين نختارها كلمة الصوت مو هاي الصوت طبعا مثل ما شايفين نختار الصوت وبعدها نحط إضافة الأصوات رح يدخلك على هذا اختار أنت من الجهاز يعني كلمة من الجهاز رح يمطيك الأصوات الموجودة بجهازك ونت تضيف له أي صوت بدك جياه أو بدك تستخدمه على الصور ورح يطلع معك الفيديو بهذا الشكل طبعا ما ضفت الصوت لأنه عليه حقوق وسلامتكم